اشتركوا في القناة الجياد الصغيرة المقامة في إسبانيا بمشاركة كبيرة من فرسان العالم لمسافة 120 كم وأكد سمه حفظه الله أن ما تحقق يأتي نتاج حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم يده الله وما يبنيه من رعاية بالغة لكافة أبناء البحرين ليواصلوا بعزمهم وحبهم للوطن تحقيق المنجزات التي تضيء المسيرة الوطنية وترفع اسم المملكة عاليا في كافة المحافل منوها بما تحقق لمملكة البحرين من إنجازات في مجال رياضة سباقات القدرة كما أشهد سمه حفظه الله بفوز سم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وقيادته للفريق الملكي للقدرة لتحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس ما يتمتع به أبناء الوطن من عزيمة قوية لتحقيق أفضل المراكز في مختلف مروف مثنيا على ما يقوم بهم من رفع مستويات الرياضة البحرينية في كل مجال والدفع بها لمستويات تنافسية على الصعيد الإقليمي والدولي كما أعرب سمه عن اعتزازه بورساد الفريق الملكي للقدرة وما بذلوه من جهود لتسجيل قصة نجاح أخرى في سجل الوطن العامر بالإنجازات المشرفة